مرحباً يتم عادةً إجراء الامتحانات في نهاية الوحدة الدراسية أو المحاضرات الفصل الدراسي وهناك أنواع مختلفة من الامتحانات أو الاختبارات إن الشكل الأكثر شيوعاً للامتحانات هو الامتحان التحريري والذي هو عبارة عن امتحان خطي يتم إجراؤه في نهاية محاضرات الفصل الدراسي حيث يمكن من خلاله التحقق من المعرفة الحقيقية أو المهارات يعد البحث الدراسي شكلاً أو نمطاً آخراً للامتحانات والذي يعتمد على نوع التخصص أو الفرع الدراسي ويمكن إدراجه أيضاً ضمن مشاريع بحثية أو بحوث حلقات دراسية في البحث الدراسي يقوم الطالب بكتابة نص عن موضوع معين بأسلوب علمي ومن خلال هذا النص يظهر الطالب قدرته على كيفية الصياغة بأسلوب مقنع ومرتب بصورة منطقية والاقتباس الصحيح هو أيضاً مهم في هذا النوع من الاختبارات يعد البحث الختامي للدراسة على سبيل المثال كأبحاث البكالوريوس أو الماجستير شكلاً أو نمطاً لامتحانات نهاية فترة الدراسة وهنا يثبت الطلاب قدرتهم بمفردهم وعلى مدى فترة طويلة في إمكانية التعامل مع المواضيع العلمية يتم تقييم امتحانات الكفاءة العلمية من خلال نظام العلامات أو الدرجات وهذا ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال تسجيل فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر